أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر زيك مارينا زيك فرحة النهاردة مارينا الحلقة بتاعتنا هتكون اسمها إله تهديداته في شنك طب بس عشان طبعا إحنا مش مصريين بس في لغات تانية كتير بتسمعنا يعني إيه في شنك في شنك يعني بيع كلام أوانطة أوانطة تهديدات أي كلام يعني طق حنك الكل ده يعني يعني باللبناني حيفهمونا طق حنك أوانطة مصريين حيفهمونا في شنك مصريين حيفهمونا تعرفي كل الأجاد دي جاي منها بيع كلام طبعا لبنانيين تهديدات على الفاضي يعني تهديدات على الفاضي لأنه مش إله حيز الآخر يعني في سورة سبق تسعة بيقول إيه أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد المنيب أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض شايفين السماء والأرض شايفين اللي بينهم إن نشأ أنا دعا أنا ممكن أخصف بهم الأرض أو أسقط عليهم السماء حيثة صغيرة طب أنت كإله يعني عايز يعمل كده لو نشأ إحنا نعمل كده لو أنا عايز أعمل كده هعملها إن في ذلك لآية لكل عبد المنيب يعني خليكوا بقى بيطعوني بدل ما أعمل إلا يعتبر تهديد من الله ورسوله للناس آه 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 ده كده بيهدد آه آه يعني الله عايز يهدد الناس إنهم يرجعوا له وإلا أطرب السماء على الأرض عليكم ماذا تفضلي طيب خلينا نشوف التهديد ده لما وصل للناس بيقول إيه صورة الإسراء 92 طبعا قالوا له هات أي معجزة وكده وبعدين رحوا قالوا له إيه أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا زي ما أنت قلت لنا من شوية إنه هو هدتهم إن أنا ممكن أسقط السماء عليكم طلبوا له يلا وريني يلا وريني القوة يا ابن أنت هو وريني أسقط خلينا شوف تفسير ابن كسير بيقول إيه وقوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت أي إنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهيه طبعا هو مكانش بيتكلم على يوم القيامة في الآية اللي أنت جبتها مكانش بيتكلم على يوم القيامة بس التفسير بيرقع شوية وتدلي أطرفها وبتاع فجعل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا قطعا يعني زي ما أنت قلت كقولهم اللهم إن كان هذا الحق من عندك فإمطر علينا حجارة من السماء وقاتنا بعذاب أليم وهنا أنا بفتكر بتاع الطر الأبابيل والحجارة بسجيل وطبعا كل الكلام ده تخريف ولا حصل ولا بيحصل ولا عمر ربنا ما جاب بطر بحجارة من سجيل يقول كده الآية اللي هي في سورة الأنفال وكذلك سأل قوم مشاعب منهم فقالوا أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصديقين سورة الشعراء 187 فعقبهم والله بعذاب إيه يوم الظلة وإنه كان عذاب يوم عظيم أما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين لكن أخص أن أنا ألبن شرح للإسلام فسأل إنذرهم وتأجي لهم لعل الله أن يخرج من أصلبهم من يعبده لا يشرك به شيئا وكذلك وقعا فإن من هؤلاء الذي ذكر من أسلم بعد ذلك وحسن الإسلام وحتى عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي وقال له ما قال أسلم إسلاما تاما إلى آخر الكلام يبقى هو هنا بعد ما هديتهم أنا لو عايز أشأ أسقط السماء قالوا يلا هسقط السماء قال لك لأ أنا رحيم أنا حنين أنا مش إيه مش هعمل كده أحسن يجي من أجيالكم أما أصلبكم ما أحدد كويس طب يتهدد ليه من الأول وغير كده هو كان رحيم مش عذبهم وقتلهم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم وخلى المسلمين يقتلوا أباهم يعني فين بقى سورة المجادلة 22 عشان الناس تروحوا اتراجع أنا عارف الحنين دايب أحنين طول عمره بس خليني نقول المرجع عشان الناس لو هتراجع سورة المجادلة 22 خلى الناس تقتل اللي أتل أبوه اللي أتل أبنه اللي أتل أخوه اللي أتل عشرته يعني ما فين الحنية ما أنت بتخليهم واجهة اللي واكي حربوا أهليهم ويقتلوهم في حتة كمان يا مارينة في سورة الأنفال 33 بيقول إيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني مش عايز يعذبهم عشان الرسول فيهم طب لما مش مش هو الرسول مشي من مكة وراح المدينة عذبهم 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 مارينة عذبهم عذبهم ده السؤال لا لا معذبهم يبقى حجة أنا مش عايز طيب الشمعنة كان بيعذب المصريين وموسى فيهم مثلا مش كده مش المصريين جاتلوهم الضربات العشرة وموسى في وسطهم صح براف ده الإله الحقيقي طيب هو بقى معذبهمش معذبش الكفار اللي بيعمدوا هوبل ومش عارف ايه وايه وبيحربوا الرسول حبيب الله معذبهمش عشان هو فيهم لا يقدر يجيبوا كده يمين شمال أو هو بيعذبهم وهو في وسطهم برضو المشكلة قمش عارف ينشن يعني يتعذب وهو الرسول ما يجيش في حاجة أصلا مارينا معلش هقولك الجملة دي ودي لإخواتنا المسلمين في الكتاب المقدس كان في الضربات العشرة ايه التسع ضربات الأولى كل ضربة تيجي على بني على المصريين ما يجيش على بني إسرائيل وهم فيهم وكل الدربات كانت على بني المصريين وهم حتى النور والظلمة كانت بيوت إسرائيل منوّرها والله عمل بيوت شعب المصريين ضلمة حتى دي الدبان نبان كل حاجة الدم كل حاجة حاجة وهم كانوا في وسطيهم طيب ليه ما عملش مع الرسل إلا إذا كان هو بقى أيوة وهو مش عارف يعني يعزبه ومحمد في وسطيهم طيب خلينا كمان نشوف سورة التوبة 14 بتقول إيه قاتلوهم يعزبهم الله بأيديكم ويغزهم وينصركم عليهم وهش في صدورة قوم المؤمنين طيب ما أنت هو وهو فيهم بتقول إيه قاتلوهم يعزبهم الله بأيديكم طيب أنت مش عايز تعزب وهو فيهم بس أنت بتقول كالقرآن يعني قاتلوهم يعزبهم الله بأيديكم خلينا نشوف تفسير التبر بيقول إيه إنها قالت للنبي هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيته وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة طبعا دي يوم العقبة كانت تقتلوه إذ عرضت نفسك على ابن عبد يا ليلي ابن عبد أسماء يعني فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا محموم على وجهي فلم أصطفق إلا وأنا بقرب السعالف فرفعت رأسي بقرني السعالف حتى ما كان اسمها بقرني فإذ أنا بسحابة قد أزللتني فنظرت فإس فيها جبريل فندعني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم يا سلام يعني الله قال خد أنا هجيب لك ملك الجبال هو عشان تطلب اللي أنت نفسك فيه فنوش فندعني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ملك الجبال هيطبق عليهم الجبلين الأخشبين فقال النبي بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وده موجود في العائشة وفي صحيح البخارة على فكرة يعني يعني بيحكي لهم حكاية إن ملك ربنا بعت ملك الجبال وطلب مني إن أنا اللي نفسي أعمله فيكم أعمله وهو راح قال طب ممكن أعمل أعمل عليهم الأخشبين أطبق عليهم الأخشبين لو أنت عايز دلوقتي يقالنوا لأ يعني الرسول هو أنا مش راضي وأنا بحس إنه أحناين جامد يعني الحنين ده يبقى حنين طلع عمره مش حنين الحنين ده في تفسير قطلوب يعزبون الله بقى يديكم طب أنا أصدق إزاي يعني عشان لما أنا أقتل بص بص الحتة دي هي هي كده مرينا لا أستاذ أنا أنا في حاجة غلطة لا ده ده حديث اللي أنا قلت ده حديث ده مش تفسير ده حديث زي ما أنت قلت كده في البخاري في سهل بخاري هو يعني هو من الآخر هو حنين خالص طب ما نشوف بقى نفس الكلام اللي احنا بنقوله هو إله بقى طيب يا مرينا عندي سؤال لك هل الله ما كانش حنين قبل كده لما بيوعد بينفذ قصدي لما بيوعد بينفذ ولا كان بقى ها في أيام زمان آه اللي بيقولوا بيعملوا آه مثلا يا جماعة لوت لما قومه عملوا الأباحة اللي كانوا بيعملوها اتعمل فيهم ايه اهو بيقولك في سورة الحجر فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين دي ايه قال لهم بلاش تعملوا كده يا قوم قالوا له لا هنعمل كده قال لهم طيب اهو خلاص يبقى اللي قالوا الله في قوم انه قلوت نفذوا صح وده في الكتاب المقدس برضو ولما بعت يونان علشان ينبه الناس وقال لهم لو ما تفتوش هعمل هعمل هم تابوا ربنا خلاص بالزلط لكن لهم ما كانوا ش تابوا كان ربنا هينفذ هينفذ عليه يبقى نفذ تهديده لقوم لوط ونفذ تهديده في قوم شعيب برضو في سورة الشعراء 189 التسفسير في التبري فأخذهم عذاب يوم الزلة إنه كان عذاب يوما عظيم قال ابن زايد في قوله اللي هي دي بعث الله إليهم ظلة من سحاب شو فيه وبعث إلى الشمس فأحرقت ما على وجه الأرض ده فيه قوم شعيب فخرجوا كلهم إلى تلك الزلة يعني بعت لهم كده عمل لهم كمين يعني عمل لهم سحابة معينة وراحوا استنوا أحدوا بعيدة والشمس بقيت تحرق كل حاجة فحتى إذا اجتمعوا كلهم في مكان الظل كشف الله عنهم الزلة وأحمى عليهم الشمس ولا عليهم البابور جامد قوي فاحترقوا كما يحترق الجرات في المألة في الألاية يعني وقوله إنه كان عذاب يوم عظيم شو في يعني قوم شعيب عمل فيهم إيه شمعنا قوم شعيب الله نفس فيهم وقوم لوت نفس فيهم لأنه إله حقيقي عايز الناس تتوب ما تبتش خلاص بس هو يعني مع طبعا ده التفسير الإسلامي ما فيش حاجة اسمها شعيب وقوم وده كلام آه طبعا لوت آه حقيقي لوت حقيقي شعيب لأ بس فنرده مش بالطريقة اللي عملها دي لوت حقيقي شعيب لأ وكمان شوفي معي ما نعرفش مين شعيب أصلا كلام فاضي وصالح أيوما لسه لا أقول صالح قوم وصالح برضو سمود ومديا ومش حقف إيه وقروا الناقة ووعاتوا عن أمر ربهم قالوا يا صالح أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين أو بيقولوا إيه زي ما كانوا بيقولون محمد أعمل فينا زي ما انزل على يعني السماء كاسف آه والحاجات دي فأخذتهم من ركفة فأصبحوا في دارهم جاسبين تفسير ابن كاسير بيقولك إيه فأصبحوا في دارهم جاسبين أي سرعة لا أرواح فيهم ولم يفلت منهم أحد لا صغير ولا كبير لا زكر ولا أنصة فقالوا إيه إلا جاركت مقعدة اسمها كلبة ابن الصلق دي كانت مقعدة وفضلت المهم يعني إنها قدرت لمشي آه وراحت قالت للناس الأحياء ومتت بعد كده قول ما شربت ميا آه مش مشكلة دي يعني أنا اللي إحنا عايزين نقوله إيه هو عايز يقول لي ما حد يشرب ميا بعد يمي يجري يلا هو عايز يقولي إنهما لما عكروا الناقة آه وراحوا قالوا لي يلا وريني على أساس إيه النقة يعني أنا مش عارف أي كلام ما هو عامل لهم النقة دي معجزة آه كبيرة قوي وعشان إيه الفخ بتاحهم وقال دي دي تشرب مرة وإنتو كلكم تشربوا مرة كلاب قضي قالوا إيه يعني هي تشرب كل ميتنا فدوها فعقروها إيه دي آه دي النقة اللي إنت جابها من عندي ربنا طب استنم آه آه دبحنا لك النقة بتاعت ربنا المعجزة بتاعتك آه وريني هتعمل فينا إيه آه راح طيب وريني هتعمل فينا إيه طبعا دي كله كلام فارغ ما فيش في ما عندناش حاجات دي وبعدين دي حاجات غير منطقية آه انت ربنا مش هيدي معجزة جمل يعني آه وجمل كبير كده يشرب المية بتاعت أو شقول لحس المية كلها كلام قضي أنا عايزة الناس تفكر يعني الكرآن سارح بخياله شوي يعني سارح كتير فيش حد فين دليل ان كان فيه واحد اسمه صالح وناقة وعكروها فين البلد دي أصلا فأخذتهم لما قال لهم يلا ورنا ورينا ربنا يعمل فينا إيه قال يعني أخذتهم الركفة فأصبحوا في درهم جاسمين فإحنا بنحتج بالكلام ده عليهم ان ليه الله ومحمد كانوا بيهددوا الناس ومش بيعني نفسوا تهددهم لكن مع أقوام تانية الله كان بينفز تهديده ده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة في شنك تهديدات كلها في شنك تهديدات في شنك لأنه مش الإله الحقيقي وبعدين لما بيقول لهم لا بيقولوا يا محمد بص عشان انت فيهم أنا مش هعمل فيهم حاجة والأنبياء وموسى مثلا وهو فيهم بين المصريين يعني وشعب إسرائيل نفس تهديداته بالكامل على فرعون وأغرق فرعون وهو فيهم وبهد المصريين وهو فيهم وشعب إسرائيل فيهم اش معنى يعني يبقى إذن يا مارينا ده مش الإله الحقيقي اللي يقول كلام مدام ما نفزهش يبقى مش هو الإله الحقيقي لا أما القصص التانية بتاعت اسمه ايه ده هو صالح وشعب والكلام ده احنا بنحتاج بيها عليهم هما لكن دي مش حقيقية لكن قوملوت حصلت آه طبعا حصلت ده مفيش كلام والطفان في قوملوت حصلت والطفان بالضبط وهم عارفين كده بس هنقول القوملوت هاي يقولك ركبوا المركب وحماه ومش عارفة طب ما كان يعمل يحمي محمد يركبوا أي حمد أنا لا أنا بتكلم حتى في نوح قومه ربنا نفز تهديد ايوة في تنفيذ التهديد ما نفز ما سمعوش الكلام نفز تهديد النقطة اللي أنا كنت بقولها يعني أنهو يعني كان ممكن يحمي محمد زي ما حمى شعب إسرائيل وهو فيهم برضا فأشكركم جدا او صحيح بشكر ايوة شكريني شكركم جدا وبشكركم عزيزي المشاهدين وأسيبكم بقى من الإله المتأمر ده وقصد الإله في شينك وكله في شينك صدقوني صدقوني أنا اللي بيقوله لكم في القرآن ده في شينك ونشوفكم في الحلقة القادمة شكرا